بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مما جاء في وصية أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه التي كتبها بخط يده وسلمها إلى أخيه محمد بن الحنفية في المدينة قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ثم جاء فيها وأسير بسيرة جدي وأبي للتذكير والتلخيص ونحن في خاتمة الموسم الحسيني المبارك الذي ابتدأ من إطلالة شهر محرم الحرام وينتهي بذكرى شهادة شهادة الإمام الحسن ابن علينا العسكري سلام الله عليه ونحن في خاتمة هذا الموسم ينبغي أن نلخص مجموعة من القيم التي يمكن أن نستمدها من المشروع الحسيني المبارك والتأكيد على هذا التلخيص لأن الموسم الحسيني مصطبغ بمأساة وفاجعة حصلت في كربلا يعني بحادث مؤلم حزين بل مأساوي تقر به الإنسانية جمعاء فضلا عن كافة المسلمين هذا الموضوع قد يتسبب في بعض الأحيان بإحداث اختلالات خاطئة عند الإنسان ولهذا ينبغي دائما من المحافظة على الرسالة الحسينية لأنه لأن يعني هذا الحدث مؤلم فقد يقود الإنسان إلى الرغبة في الانتقام بعض الأحيان وهذا خطأ أو يقود الإنسان إلى حب التشفي من الآخرين وهذا خطأ أو يقود الإنسان إلى الانغلاق وهذا خطأ أو يصنع عنده حالة من التشاؤم والسوداوية في الحياة وهذا خطأ المشروع الحسيني مشروع منفتح يحمل رسالة والرسالة لا يمكن أن تصل مع هذه الأمور الخاطئة التي ذكرتها لا بالانغلاق تصل الرسالة لا بالتشاؤم تصل الرسالة لا بالتشفي لا بالانتقام لا بالخروج عن الحد العقلي القويم ولهذا ما ينبغي التأكيد عليه أمور أولاً إنسانية المشروع الحسيني بمعنى أنه مشروع للإنسانية وبالتالي لا يمكن لروح الانغلاق أن تحمل رسالة هذا المشروع معنى ذلك أن الإنسان الذي ينتمي لهذا المشروع الحسيني المبارك ينبغي أن تكون عنده روح إنسانية ينفتح من خلالها على سائر المجتمعات الإنسانية ويندمج معها اجتماعياً الإشكال الذي يخشاه الكثير خوفاً على هويته هو من الاندماج العقائدي ولا أحد يقول بالاندماج العقائدي مو فقط أتباع من درست أهل البيت وإنما كل المجتمع الإنساني عادةً يتحفظ على الاندماج العقائدي الكلام عن الاندماج الاجتماعي يعني التعايش الاجتماعي التداخل الاجتماعي التعاون الاجتماعي أن يكون الإنسان منتمياً للمشروع الحسيني ومتأثراً بأحداثه هذا لا يعني أن يكون منغلقاً يعيش حالةً من التشاؤم والسوداوية بالعقس لأن المشروع الحسيني مشروع للإنسانية فضلوا شيخنا فضلوا لذلك لابد للإنسان أن يعيش حالة الإنفتاح على المجتمع الإنساني ولا ينغلق بفعل وقع الحالة المؤلمة والمأساوية في القضية الكربلائية الإنغلاق لا ينفع هذا المشروع ولا ينفع الإنسان المنتمي إليه بل يسير على العقس ولهذا دائماً ما يقال يعني أهل العاقل وأهل الخبرة وأهل النضج وأهل الحكمة يؤكدون على أن القضايا الحسينية المظاهر الحسينية اللي مثلاً عاشرة مظهر حسيني الأربعين مظهر حسيني مثلاً النصف مثلاً من شعبان مظهر حسيني يوم عرفة أيضاً زيارة الإمام الحسيني يوم عرفة مظهر من المظاهر الحسينية أيضاً كما أن هناك مظاهر إسلامية عامة هناك أيضاً مظاهر أيضاً محورية لها أهداف ولها قيم هذه ينبغي أن تحمل رسالتها للعالم الإنساني ولا تكون مجرد مظاهر خاصة بفئة منغلقة وإنما تكون مظاهر منفتحة على المجتمع الإسلامي بل المجتمع الإنساني أقصد وليس المجتمع الإسلامي فقط ليش؟ لأن القضية الحسينية مشروع إنساني وليس مشروعاً إسلامياً فقط أو مشروعاً شيعياً فقط أو مشروعاً محورياً فقط بل هو مشروع إنساني عام هذا واحد ثانياً غير البعد الإنساني الإنسان هو في حد نفسه لاحظوا الإنسان الذي يعيش مأساة وقع المأساة قد يكون شديد عليه بعض الأحيان المأساة قد تعمي قلب الإنسان ولهذا وقت المصيبة المفروض أن لا يستفاز صاحب المصيبة ليش؟ لأنه قد يتلفظ بألفاظ قد يتخذ مواقف من وجه يعني من آلام تلك المصيبة وهو جاعها إن المصيبة في حد نفسها يمكن أن تخلي الإنسان في حالة من التشاوم السوداوية قضية الحسينية لست كذلك القضية الحسينية حاملة للأمل وحاملة للتفاؤل للمجتمع الإنساني ولهذا الإمام الحسين سلام الله عليه عندما ققل إنما خط يده إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي هذا أمل هذا متشاوم هذا مشروع يحتاج لإنجاز قضية الإصلاح عمل إيجابي يحتاج إلى روح متفائلة وإيجابية تعمل على إحداث ذلك الإصلاح والتغيير وأسير بسيرة جدي وأبي أيضا هذا معنى أن الإنسان لابد أن تكون عنده دافعية علمية هامة ويكون عنده تعمق في فهم السيرة النبوية والسيرة العلوية ويهضم معانيها وعموماتها وجزئياتها وتفاصيلها ويدرك كيفية تطبيقاتها أيضا كيف تطبق في الواقع الخارجي هذا يجعل الإنسان قادرا على إحداث أو المساهمة فيه المساهمة فيه يعني التحريك عجلت ذلك المشروع المبارك الذي بدأه الإمام الحسين سلام الله عليه بقوله إنما خرجت لطلب الإصلاح معناه في عمل إيجابي ينبغي أن يحصل وهذا لا يحصل إلا بالأمل والتفاؤل لهذا أقول كتلخيص لهذين الشهرين المباركين المشروع الحسيني أولا على مستوى الذات يعمق عندنا الأمل والتفاؤل ولا يزرع فينا روح التشاؤم ولا يزرع فينا روح الإنغلاق والتوقف بل هو مشروع فيه أمل وتفاؤل ويدفع للعمل والإنجاز وفي الطريق الصحيح إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي يعني هذا مشروع ينبغي أن يستمر الثنين هذا المشروع الحسيني على مستوى الخارج على مستوى الذات عمق عندنا الأمل والتفاؤل وعلى مستوى الخارج يدعونا ويحثنا على الانفتاح على المجتمع الإنساني لحمل رسالة هذا المشروع المبارك إلى العقلية والمجتمعات الإنسانية بشكل عام هكذا تتحقق أهداف ذلك المشروع الحسيني المبارك إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمأروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم دوام التوفيق وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين محمد وعلى أهل بيته الطريق